على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال قال حسام هيبا رئيس هيئة الاستثمار في مصر إن الحكومة تلقت عروضا من عدة تحالفات استثمارية دولية حول مشروع رأس الحكمة وتم اختيار تحالف إميراطي لتنفيذ المشروع وأضاف في تصريحات لـ CMBC عربية أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار ولن يتم دخها دفعة واحدة واعتبر هذا أول تأكيد رسمي مصري حول مشروع رأس الحكمة حيث انتشرت خلال الأيام الماضية عدة تصريحات عن عزم دولة الإمارات تنفيذ مشروع ضخم في رأس الحكمة باستثمارات تبلغ 22 مليار دولار توقعت وكالة ستاندر أند بورس S&P العالمية للتصنيفات الاقتمانية نمو الناتج المحلية الإجمالية الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.3% في العام الجاري مقابل 3.4% المقدرة للعام الماضي وقالت ستاندر أند بورس في تقرير حديث صدر اليوم أن بنوك الإمارات أعلنت عن أرباح استثنائية للعام الماضي بأكمله نتيجة الانقفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو الكرود الجديدة مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك لتصنيف الإمارات مستقرة وقدرت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام تعتزم وزارة المالية في دولة الإمارات إطلاق سندات خزينة المستثمرين الأفراد داخل الدولة من أجل توفير أدوات استثمرية مختلفة عن الموجودة في الأسواق حاليا وكشف يونس حادش الخوري وكيل وزارة المالية أن الهدف الرئيسي من إصدار سندات الخزينة توفير أدوات استثمرية جديدة في الأسواق سواء للمستثمرين وفي المستقبل القريب للمستثمرين الأفراد حتى تتكون لديهم أنواع توفرية مختلفة عن الموجودة في السوق حاليا سواء عقارات أو أسهم أو وداء لدى البنوك وفق صحيفة الخليج تفعت أرباح شركة طيران أبو الظبي المملوكة بنسبة 30% لحكومة أبو الظبي إلى أكثر من 407 مليون درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بأرباح قدرها 342 مليون درهم العام قبل الماضي أي بنسبة نمو بلغت 19% ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإرادات بنسبة 29% مقارنة مع إرادات نفس الفترة من العام السابق ارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في المنطقة بنسبة 70% لتتجاوز 11 مليار درهم بنهاية العام الماضي وقياسا بأرباح اقتربت من 7 مليارات درهم خلال نفس الفترة من 2022 ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الربح لنسبة 63% بـ 50% خلال نفس الفترة من العام الماضي وهذلك نتيجة تراجع التكاليف المباشرة بنسبة 20% وارتفاع الإرادات بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة المماثلة العام قبل الماضي انخفضت أرباح شركة سالك المشغل الحصري لنظام تحصيل التعريفية المرورية في دبي والمدرجة في سوق دبي مالي بنسبة 18% إلى أكثر من مليار درهم بواقع 14% فلسن فاصل 5% للسهم بنهاية العام الماضي قياساً بأرباح قدرها مليار 325 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي تراجعت أرباح دنى غازة الإماراتية بنسبة 12% في العام الماضي فيما انخفض إجمال الإرادات بنسبة 21% ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة اليوم الخميس بلغ صاف الأرباح مستويات 586 مليون درهم في 2023 مقابل 667 مليون درهم خلال العام قبل الماضي وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع أسعار الهيدوكربونات المحققة أما الإجمال الإرادات فسجل مليار وخمسمائة مليون درهم مقارنة بمليار وتسعمائة مليون درهم أعلنت هيئة قهرباء ومياه دبي المزود الحصري لخدمات القهرباء والمياه في دبي والمدرجة في سوق دبي المالي عن نتائجها المالية الأولية اليوم وبلغت إرادات الهيئة المجمعة أكثر من 29 مليار درهم وصاف الأرباح بلغ 7 مليارات وتسعمائة مليون درهم وارتفعت الإرادات السنوية المجمعة بنسبة 7% مدفوعة بشكل آسفي بزيادة الطلب على خدمات القهرباء والمياه والتبريد ووفق الهيئة فمن المتوقع إصدار النتائج المدققة للعام بأكمله في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل اشتركوا في القناة